حققت قلعة فغبوياغ قبالة ساحل فرنسا المطل على الأطلسي شهرة كبيرة في العالم أجمع بفضل لعبة تلفزيونية تصور في الموقع وتعرض في عشرات البلدان وقد ساهمت الشاشة الصغيرة في إنقاذ هذا المعلم التاريخي الذي يعود إلى عصر نابوليون وتنفق منطقة شغونت مغيتين في غرب فرنسا مئة آلاف اليوروهات لصيانة الموقع غير أن هذه المبالغ ليست إلا نقطة في بحر العائدات السياحية لهذه القلعة الشهيرة ثم تشقوك في أماكن مختلفة من المبنى ولكن هنا نرى شقا يتمدد منذ سنوات عدة ويخضع للرقابة من بعض المراقبين لأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تمدده أكثر مع الوقت ويقوم بحراءة في الوقت لن توقع أن تتوقع للرقابة من المبالغة هذه القلعة التي صممت أساسا لحماية قاعدة روشفور العسكرية من تسلل قوات الإنجليز شكلت في بادي الأمر مركزا عسكريا لمائتين وخمسين جنديا ثم استخدمت كاسجن إلا أن الموقع أخرج من قائمة المراكز العسكرية عام 1913 ليصبح مكانا مهجورا حتى العام 1950 تاريخ إدراجه على قائمة المعالم التاريخية إلى أن تم شراؤه بالمزاد العلني من جانب طبيب أسنان بلجيكي عام 1962 ترجمة نانسي قنقر